ليش محور فارس بيكره نجاح أبرس؟ محمد سلام لبرنامج الناس بتفكر على منصة هنا لبنان شو سبب الحملة السياسية الإعلامية الشرسي من قبل حزب إيران وذبابه الإعلامي على جمهورية أبرس واعتبارها عدو وكيل الاتهامات إلها بالتعاون مع إسرائيل وأمريكا وبريطانيا تمهيدا لمشاركتها بحرب ضد امتدادات محور فارس بالعالم العربي سفير دولة أنجلوفونية سبق أن اعتمد بلبنان يوضح أن المحور الإيراني يرى في نجاح التجربة الأبروسية من نصف القرن الأخير تحديد مباشر لخطته الهادفة للسيطرة على القسم العربي من دول حوض البحر الأبيض المتوسط إضافة للعراق والأردن وأضاف السفير أن تجربة الإزدهار الأبروسي ما بعد الغزب التركي سنة 1974 إذا اعتمدت من قبل دول الهلال الأخضر الأربعة أي لبنان وسوريا والأردن والعراق ستقضي على الهدف الإيراني من أساسه لبنان وسوريا دولتين على حوض البحر الأبيض المتوسط العراق عنده منفذ بحري على الخليج لكن منه عضو بمجلس التعاون الخليجي والأردن بيطل على البحر الأحمر فقط ثلاثة من الدول الأربعة أي لبنان وسوريا والأردن هي دول طوق لإسرائيل ولا تملك حدود مشتركة مع إيران العراق هو الدولة الوحيدة بين دول الهلال الأخضر يلي لا تحد إسرائيل بل عندها حدود مشتركة مع إيران طولها 1281 كيلومتر جوهر تجربة أبروس يلي بتخاف إيران أن تحتنقها شعوب الدول الأربعة هو أن نجاحها لسيما شطرها الجنوب اليوناني يستند إلى مصيبة تقسيمها إلى شطرين وفق رأي المصدر تقسيم أي دولة أي دولة بالعالم بالمطلق عادة يجلب لها البلاء ويكون نتيجة مجازر ومصائب وألام وحروب لكن تقسيم أبروس إلى شطرين أفرز نتيجة مناقضة تماماً لما هو معتمد وأدى إلى ازدهار الشطرين الشمالي التركي والجنوب اليوناني يلي بيتبعوا محور إيران بيتابعوا عن بعض ويخشاه جداً المحور الإيراني شو يلي بيزعج إيران وأذرعها ومحورها بالتجربة الأوروصية يوضح المصدر أن القسم الشمالي هو يلي بيخيف المحور لأنه بيعرف أن كل واحدة من الدول الأربعة صارت واقعياً شعبياً مقسمة إلى محورين محور إيراني يضم كل أتباع طهران ومرتزقة أذرع إيران ومحور وطني يضم بقية المكونات الطائفية والسياسية والاجتماعية والمهنية والطبقية الرافضة للتباعية لنظام ولاية الفقه هيدا الطلاق الواقعي يلي الكل بيعترفوا فيه بصمت من دون إعلانه قد يمهد إلى انقسام فعلي نتيجة لمسلسل الحرب الحالية ما يقضي على كامل أحلام نظام ولاية الفقه وفق رأي المصدر ما نسر إطلاقاً أن حلفاء محور فارس وإخوانهم المسلمين غير مقبولين في مناطق طرف التوجههم بل هم أيضاً غير مقبولين حتى في مناطق تحالفت قياداتها معهم ورفضها شعبهم بيقول السفير الأسبق أنه اللبنانيين من معرفتي فيهم يعني معرفته فيهم بيحكوا بمجالسهم المقفلي فقط عن خلافاتهم وبيعتقدوا أنه هاك بينهوها وبيدفنوها مع أنه هالخلافات تنمى وبتكبر وبتغلص وبتتراكم ويزيد حقدها في عتمة القلود وبعدين تنفجر وأضاف ثقافتكن مليئة أمتلة شعبية بتدعم نظريتي وقال باللغة الإنجليزية ما في عندكن مثل بيقول سورو is not forgettable يعني بالعربي الأسى ما بينتسى بقية الأمتلة قالها بعربية فصحة عدو جدك لا يودك والأسى ما بينتسى ونسامح ولا ننسى أعاد الأسى ما بينتسى بالعربي وأضاف إله ونسامح ولا ننسى وذكرني أنه بعد تقسيم أبرص بالعملية العسكرية التركية ردا على انقلاب الحرص الوطني اليوناني كسب القطاع الجنوبي اليوناني عضوية الاتحاد الأوروبي وتضاعفت مداخيله عشرات الأضعاف وتضاعف إقبال اللبنانيين والسوريين المقتدرين على شراء عقارات على الأرض الكبروسية ليكسبوا إقامات دائمة بدولة مستقرة عضو بالاتحاد الأوروبي وحافظت على معاهداتيها العسكرية مع بريطانيا يلي بتدير قاعدتين عسكريتين تابعتين لعرش المملكة المتحدة ولا تتحمل حكومة نيكوسيا أي مسئولية عما ينطلق منها أما قبرص التركية الشمالية اللي مبتع بترف فيها سوى دولة تركية فقد تحولت من منطقة ريفية متواضعة تعيش على الزراعة وتصنيع أجبان من حليب الماعز إلى ما يشبه ولاية لاس فيجاس الأمريكية كازينوهات القمار تزدهر فيها وترتبط قيادتها بخدمة مروحيات تنقل إليها أترياء الحالم المقامرين وتحط على أسطح الكازينوهات وخلص الدبلوماسي إلى أن دول الهلال الأربعة يلي بتضم مكونات طائفية وعرقية متعددة صارت لأول مرة في تاريخها موزعة الولاء ثنائيا فهل ستقبل بثنائية رسميا؟ هذا هو السؤال ولفتني إلى أنه لبنان يعاني من نقص فادح في تأمين تمويل لمساعدة مهجري حرب محور إيران في الجنوب لأن الدول المقتدرة ترفض تمويل أتباع المحور الإيراني الناس اللي بتفكر سبقها سعادة السفير وسأل تعرف شو المقتسبات اللي بيحصل عليها الخارج من سجن الستار الحديد الإيراني سألته وقلت له الناس اللي بتفكر كمان بتحب تعرف شو بيخسر اللي بيبقى تحت الستار الحديد الإيراني ترجمة نانسي قنقر